متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال فلاكس هو جيل جديد من نماذج النص لصورة بالذكاء الاصطناعي طورته شركة بلاك فورست لابس الألمانية ونفس الفريق اللي اشتغل على تطوير فلاكس ونفس الفريق اللي كان شغال على استيبول تفيوجن لكن نهاردة احنا جايين نتكلم عن نموذج جديد من عائلة فلاكس وهو فلاكس كونتكست فلاكس كونتكست مختلف تماما أولا فلاكس هو من عائلة مفتوحة المصدر وشبه تجارية ولكن التقنية الأساسية اللي قايم عليها فلاكس بشكل عام هي تقنية اسمها Receptified Flow Transformer ودي بتقلل خطوات عملية التوليد بالنسبة للكونتكست هيئة وحدة تم اضفتها لشان لما نيجي نعمل تعديل أو إدت على الصورة الرئيسية مايحصلش أي مساس بسائر أجزاء المشهد وده الميزة اللي بيقدمها لنا فلاكس مع هذا النموذج الجديد النهاردة ان شاء الله هنجرب مع بعض Flux Context Pro و Max Pro هو الأسرع أما Max هو الأكثر دقة والأبطأ شوية لكن النتيجة بتاعته بتكون أفضل والنهاردة هنختبره في عدة مشاهد من خلال Flux Playground هحطي لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو ملحوظة بس صغيرة من المهم جدا أن احنا نبقى فاهمين كل نموذج بيعمل إيه وإمتى لما أكون عايزة أنتك حاجة معينة إيه أفضل نموذج قادر أنتك به هذه الصورة فدي نصيحة بنصح لك يلا بينا ورجع نقالكم مرة تانية عشان نجرب مع بعض Flux Point One Context البرو والماكس كل عليك هتروح على الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو ونبتدي مع بعض نجرب Generate في Generate وفي Edit وفي Fill خلينا الأول بس نبص على Generate عشان نجرب النموذج بتاعنا أول حاجة النهاردة هختبر الفوتوريالزم والفاين ديتيلز يعني قدرته على توليد صور طبيعية وحقيقية وأيضا الفاين ديتيلز اللي هي تفاصيل الصغيرة هحط الأمر بتاعي وهنا في الفلكس هختبر فلكس Point One Context Max لأن أنا عايزة أجربه بدقة عالية اتفقنا فيه برو وفيه ماكس وفيه إمكانية طبعا أنت ترفع صورة وتعمل عليها Edit أو تستخدمها كاري فرانس هبتدي أروح على الثلاث نقط اللي بالطول علشان أختار الـ Aspect Ratio فيه عندك 16-9-1-1-4-3 وهكذا هنا بالنسبة ليه Patch Size أنا هخليها واحد عشان ما استهلكش نقط كتير ونقدر نشوف كذا حاجة لأن انت ليك 100 نقطة يعني إذا دخلت على الأكاونت بتاعك هتلاقي إنت ليه Credits 100 نقطة علشان تجرب بهم كل الكلام ده بالنسبة للـ Output Format فيه عندك BNG وجي بي جي أنا هختاره يكون BNG في طبعا السيد لو أنت عندك صورة عايز تعمل صورة مشابهة لها بيبقى كل صورة معمولة بنموذج زجاة إصطناعي لها سيد نمبر ممكن تحطه أنا هسيبه random وحبتدي إن أنا أدوز Enter ونشوف مع بعض النتيجة الصورة عبارة عن Portree Ultra Sharp Studio Portree لشخص عنده 35 سنة عالم لابس Safety Googles لابس المنظار اللي بتحطي على الوش لما يكون فيه شخص بيشتغل جوه لاب وحبتدي أدوز Enter ونشوف النتيجة هذه الصورة اللي تم إنتاجها الصورة كانت سريعة جدا في الإنتاج برغم إن إحنا كنا على ماكس وهو ماسك شيب صغيرة هذه شخص 35 سنة زي ما احنا شايفين لابس النظارة اللي بتبقى في المعامل نتائج حلوة وتفاصيل بتاعته كويسة جدا تقدر تروح تعمل Edit على الصورة نفسها لو عايز تضيف حاجة عايز تغير حاجة وهنا تيجي بقى Advantage أو الميزة ممكن أقوله Replace The Small Sheep With Crystal Glass مثلا ودوس Enter أنا عايزاه يغير لي الحاجة اللي هو ماسكها دي الشيب الصغيرة اللي هو ماسكها زي بحاجة تاني حيبتدي يديني أربعة أنا كان المفروض إن أنا هنا يعني أحدد العدد أقل شوية تعالي بقى نبص على الصور اللي أنتجها أولا لم يحدث أي تغيير على الصورة الأساسية كل حاجة موجودة زي ما هي كل ما في الموضوع شال لي الشيب الصغيرة دي وحطي لي مكانها Crystal اللي هي الدائرة Crystal اللي هو ماسكها هبتدي نجرب حاجة تاني تعالي نجربه في الكتابة يعني يكون في عندي صورة فيها كتابة هنا حتدي المراضي أختار Flux.1 Context Pro وحخليها صورة واحدة فقط وحبتدي إن أنا أدوس Enter وتعالي نشوف النتيجة هذه النتيجة 4.2 GW Clean Power Futuristic Campaign Poster بوستر كده ليه كامبين أو إعلان عن Renewable Energy Expo دقا متجددة ومكتوب عليها 4.2 GW Clean Power فالكتابة عليه جيدة جدا ممكن تغير الكتابة ممكن أغير الكتابة أعمل إيه أدوس على Edit أقول له Replace The Text To Expo Power وابتدي إن أنا أدوس Enter أنا طلبة منه إن هو يغير لي التكست اللي موجود جوه الصورة Expo Power أعطني أربع صور منهم صورتين زي ما احنا شايفين بالضبط Expo Power حبيت بقى المرة دي إن أنا أخد Text Prompt معمول بصورة بImagine 4 وأختبرها بFlux Context النتيجة حتكون عاملة إزاي هاختار Max ونشوف النتيجة بتاعتنا الأمر ده يعني كانت جوجل عاملة به صورة من الصور بImagine 4 وكانت النتيجة بتاعته حلوة قوي حاب أشوف Flux هادي الصورة هحطي لك الصورة الأصلية وقولي رأيك إيه إيه الأخبار هل الصورة دي أحلى ولا الصورة الأصلية أفضل نشوف حاجة تانية هستخدم هستخدم Flux Pro يعني أشيل منها أو أحط فيها حابتدي أرفع صورة من الصور اللي عايز أضيف فيها حاجة حابتدي أحط الأرية أو أعلم على الأرية اللي أنا عايز أضيف فيها بالمنظر ده وأقوله Sheep Sealing in Water عايزة هنا سفينة بتبحر في المية حابتدي أدوس Enter شوف كده السفينة اللي بتبحر يبقى أنت الأول هتعلم على المكان اللي أنت عايز فيه الحاجة اللي هو حيولدها لك هنا حطي لي سفينة أبتني صورة قادي السفينة قادي السفينة قادي السفينة مثلا سفينة دي حلوة قوي وأبتدي أن أنا أدوس Download ممكن كمان أختار مساحة أكبر يعني أختار مساحة أكبر هبتدي أرفع صورة تانية صورة زي دي مثلا وأبتدي أعلم على حتة كده مثلا دي وأقول أبلاك خورس هنا بس أعلم على عدد الصور صورة واحدة هبتدي أدوس Enter إيه دي الصورة حصان أسود ماشي زي ما أنتوا شايفين كده يعني إيه حصان تفاصيله أنت اللي بتحدد المساحة اللي عايز تحط فيها الأوبجيكت اللي أنت عايز تضيفه نفس الموضوع تقدر تعمل Remove والRemove سهل وفي نمازج كتير بتعمل الموضوع ده لكن دايماً بيكون الأد أصعب شوية من Remove حبتدي أن أنا أدوس على Expand لو أنا عايزة أعمل Expand لصورة معينة Expand للSize بتاعها حبتدي هنا أروح أخليها لندسكيب أو Custom أتحكم فيها لكن أنا أخليها لندسكيب عايزها بالعرض حدوس Enter متهيئة لي الكريدتس خلصت 2 كريدتس متهيئة لي ما تقضيش كريدتس خلص كده خلصت بحتزر ولكن تقدر تعمل Expand لهذه الصورة إحنا كده جربنا يعني تجربة كده سريعة لFlux Context اللي هو Flux.1 Context داخل Playground أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهار إن شاء الله حطركم الرابط في الوصفة أسفل الفيديو زي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل Subscribe لقناة واتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد لو كنتوا بتشوفنا الأول مرة ولو كنتوا متابعين الأعزاء متنساش لايك والشير وكمنت دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته